عايزة طبعاً أبارك لك على نجاح مسلسل دواعي سافر وعايزة أعرف كده من البداية يعني الموضوع من بدايته خالص إيه اللي شدك في القصة دي خصوصاً أنت كنت خارج من تجربة نجحة جداً وهي يا ريفو فأكيد الاختيار ما كانش سهل أولاً الله يبارك فيكي الفكرة جات من خلال صديقي محمد نعير هو السيناريست وهو المخرج أيضاً وهو السيناريست اللي كتب مسلسل ريفو فكان إحنا بلنا علاقة يعني صداقة من زمان جداً من سنين يعني فاتكلمنا مع بعض في الفكرة وتحمصنا أن إحنا نعملها حسنا إحنا يعني نلعب حاج دي ده هنجرب حاج دي ده بره الكصة بتاع تريفو أو الشخصيات دي وتحمصنا قلنا تعالى نجرب يعني ما كانتش فيه تخطي تقوي جد بشكلة القواهي أكتر يعني اللي يركز في فكرة أو شخصية علي يحس إنه شخصية مركبة جداً وليها أبعاد كتيرة وعلى مدار المسلسل فيه طالع ونازل كتير يعني شخصية مش سهلة حضرت لها إزاي والله عادت أفكر في الدوافع بتاعته في الحياة يعني وعادت أفكر في قصة حياته من قبل المسلسل يعني من هو صغير حياته كانت عاملة إزاي بيحب إيه بيخرج فيه بيتفرج على الكورة ويتفرجش على الكورة ويحب أفلام إيه برج إيه مش عارف فبدأت أمسك خيوط شخصيته شوية وحسها وبدأت أذكرها وبعدين بدأت أحط صفات كده بموحدة دايماً أنه هو مثلاً عايز يمشي فطول الوقت في الأماكن اللي بيروحها وهو قاعد أو هو وقف بدايما عايز يمشي مش عايز يعد فبدأت أمسك النديل لازمة بتاعته أنه عايز يمشي دايماً سواء عايز يخش القدوة التانية عايز يخلص الموضوع وينجز عايز كذا فبدأت أمسك الجزء ده وبعدين ما جينا نصور ما فكرتش بقى في حاجة يعني سبت ده في اللوعي كده وبدأت أبقى مش مش بمثل يعني مش يعني أنا مش متمرس في التمثيل طبعاً فكنت معتمد على الكراءات اللي بقى أراها مثلاً أو أسمع الناس الأسادزة أو أشوف فيديوز أو كورسز أونلاين حقاً كده فكان مثل اللي عجبتني يعني كتاب قريته أوي اسمه عداداً ممثل كان ستانيزلافسكي فيعني عجبني الـ direction اللي هو أن أنا أشوف الـ similarities اللي بيني وبينه وأشوف إيه الحاجة اللي من كتبة مشتركة بنا وأبدأ أناميها يعني فوقت التصوير أو وقت كده مش بحاول أمثل خالص مش بحاول أوفر أكت يعني لو أو كده يعني اللي مركزين بقى مع المسلسل قوي عمليين يكتبوا كومنتات على سوشال ميديا عمليين يحللوا في شخصيتك جنب شخصيت علي طلعوا حاجات كتيرة زي ما أنت لسه بتقولي وده دي الحاجة اللي أنا استغربت أن أنت قلتها دوقتي إن كت لسه على كلمك فيها إن الفانس بقى هم عمليين يكتبوا على سوشال ميديا عمليين يقولوا أنت أهلاوي وعلي أهلاوي أنت بتحب العربيات الكلاسيك أو القديمة وعلي كمان من الحاجات اللي شدتك فعالي إن فيه حاجات كامن بينكو كتير في الشخصيات إنتوا الاثنين كريايتف يعني هو بيعمل إعلانات تبتعمل مزيكة حلوة جدا وبتمسل حلوة قوي فحاسيت إن فيه حاجات أورادي مشتركة بينكو؟ أنا مقتنع إن البشر عمليا فيه أشياء كتير مشتركة بينهم بس كأوفيرول حاسية شخصية عالية هو قضى حياة معينة واكتشف نص إن مش دي الحياة اللي هو كان عايزها ومش دي وإن هي خدع يعني إن حاس إن هو اللي بيعمله ده مش فن حاس إن وحاجة خزلت ولده يعني أو كده ده مش فن بجد حاس إن الجواز اللي الجوزه مالوش معنى حاس إن كل حاجة فجأة اللي هو كان فرحان بيها وبتباهي بيها قدام نفسه بتديله قيمة حاس إن هي مش حقيقة فده يعني الحتة اللي عالي فيها عالي مثلا شخص كمتعلق بوالده قوي وعايز وعنده غل وطار عايز يثبتل ولدته فدي مش حاجة في حياتي يعني أو حاجة أنا ما عاشتهاش عنده مثلا فكرة إن هو عزمة وجودية يعني هو معرفش يعني إيه حب يعني بدأ يفقد الإيمان بالحاجات دي يعني فكاد مش محتاج يثبت حاجة لحد فما بيحاولتش يكلم صوت عالي عشان يقنع أو يقتنع أو فهو في حتة يعني أعتقد إن هو شخصية مش شبه شخصيتي ولكن أنا حاولت أشوف إيه سميلارتي زياني اللي بنا يعني ترجمة نانسي قنقر